من أسف يا شيخ خالد والدكتور السيد يشاركنا الرأي في هذا الأمر هو في عدة مصطلحات شيخ خالد قال دلوقتي فيه الصحة الإنجابية والنسل والاهتمام بيه وتنظيم النسل وخلافه وفيه كلمة مصطلح تنظيم النسل وفيه مصطلح تحديد النسل المصطلحات دي لها علاقة ببعض آه هو حضرتك يعني عشان ندرس الكلام فاحنا بنرجع شوى بس ورا بالتاريخ للمدة ربع دقيقة وهو أن القضية دي طرحت قبل سبعين سنة من الآن لما مصر يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرمها بـ 23 يوليو في 52 بدأت الدولة تؤسس لأمورها المستقبلية اجتماعيا وثقافيا ودينيا فسيادة الرئيس الراحل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر كان من ضمن أهدافه مسألة النسل قضية قديمة في المجتمع المصري فبدأ يعني شوية الحد ما وصل إلى كلمة تحديد النسل فعلماء المسلمين قالوا في الوقت ده الكلمة دي شكلها مش كويس كلمة دي محتاجة مراجعة فقهية ومدارسة ومطارحة بين العلماء فوصلوا إلى كلمة التنظيم فلم يكن مقصود يومئذ التحديد بمعنى المنع المنع والتعقيم لعدم وجود التنظيم يا ما شايجي واحد يتجوز واحدة ويقوله احنا مش هنخلف لا لا مش هحسب كده فلما قالوا اتفقوا على كلمة التنظيم فالحمد لله استقرى المفهوم الفقهي والعلماء يعني انضبطت أفكارهم وأفهامهم على ذلك وانت عارف يعني علم حضرتك وسيدنا وأختنا الكريمة الأحكام الشرعية بتدور حول أنها أحكام مجمع عليها أو أحكام خلافية أو أحكام اجتهادية في أي حكاية هتروح تنظيم الناس لدي في المجمع عليه قال لا لأنه الناس محتاجة تخلف أحيانا مش محتاجة تخلف أحيانا في الخلافي اللي بين الناس لا هي قضايا اجتهادية فكل مجتمع ينظم شؤونه الداخلية حسب مقدرته الاجتماعية والثقافية والصحية والمالية ومدخراته وسرواته في بطن الأرض كل داخل ما الذي يمنع واحد وواحدة اتفقوا أنهم لا ما عليش استنى أنا كنت أقول الكريمة ما الذي يمنع ذلك يبقى ده سؤال وبنوجهه الحضراتكم إن كنتوا تسمعوه إذا كان هناك اتفاق مسبق مسبق ما بين زوج وزوجة هنحط احتمالين أنهم ما يخلفوش خالص ده احتمال أو أنهم يكتفوا بعدد معين من الخلفة هل ده موافق للشريعة وماذا قال فيه العلماء بنشوف يمكن ناخد معلومة جديدة نقدر أن نبدد بها بعض الجهالات عند البعض ولكن اسمحوا لنا بأن نتكلم في هذه المسألة بعد ذلك الفاصل ترجمة نانسي قنقر